اثمرت سنوات الانتظار الطويلة التي قضتها بعض العائلات السورية اللاجئة في لبنان والتي قدمت طلبا للجوء عن طريق المفوضية العليا لشؤون اللاجئين للامم المتحدة وتم اقتراح اسمائهم للحكومة الكندية للنظر بها وعلى ذلك تمكن 164 شخصا من اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان من السفر الى تورنتو في كندا في اطار المرحلة الاولى التي اعلنت عنها الحكومة الكندية والتي تنص على ان تستضيف ما بين 7 الى 9 الاف لاجئ سوري في لبنان تراكمت الاوضاع السلبية على اللاجئين السوريين في لبنان وبدأوا يفكرون في الخروج من بلدنا باتجاه اوروبا عن طريق اليونان او غيرها من الطرق والان يبدو ان هناك سياسة دولية تدفع باتجاه تفريغ اللاجئين السوريين من المحيط السوري المباشر وبسبب ما يعانيه السوري في بلده قرر اللجوء الى بلدان الجوار ومن ضمنها لبنان التي تترنح بين السلم والحرب في ظل سلطة فاشلة الامر الذي خلق وضعا انسانيا مزريا لاكثر من مليون ونصف المليون لاجئ سوري في لبنان كما حصل في الاتفاق بين تركيا والاتحاد الاوروبي يجدر بالحكومة اللبنانية هذا اذا كان هناك حكومة لبنانية يجدر بها ان تفاوض على هذا الامر وان تأتي بالخدمات للنازحين للاجئين السوريين ولمحيطهم اللبناني الحاضن بحيث يصبح هناك توازن في الخدمات ما بين حاجة المحيط الحاضن وحاجة اللاجئين السوريين اليه الحياة بالنسبة للكثير من اللاجئين السوريين في لبنان باتت تشبه الوضع في سوريا بانتظار اول فرصة للهجرة سواء شرعية كانت ام غير شرعية ما هو المغزى من تشجيع ودفع اللاجئين السوريين الى المغادرة نحو الغرب نحو كندا نحو اوروبا هذا سؤال غريب في حين ان الاولى هو تحسين ظروفهم المكانية حيث يتواجدون على مقربة من بلدهم سوريا بانتظار لحظة العودة السانحة المنتظرة يشكل اللاجئون السوريون الان ثلث السكان في لبنان في ظل سياسات تمييزية تمارسها السلطات اللبنانية بحقهم خاصة من جهة تصاريح الاقامة التي لا تتجاوز مدتها الستة اشهر مقابل مئتي دولار ومنعهم من العمل بحجة مزاحمة السوق اللبناني كثيرة هي الخطط والسياسات تجاه ازمة اللاجئين السوريين التي تعتبر الاكبر في التاريخ وجميعها متهم بفشل في حين يبقى الحل الامثل في تسوية للوضع السوري الداخلي ليتمكن كل لاجئ من العودة الى بيته اشتركوا في القناة